على سبيل المثال هؤلاء الفنانين مشاركين بالمعرض ده هفتتح الوزيرة طيب يوم 23 المعرض للجمهور مفتوح أيها هي دي نقطة مهمة يوم 23 يناير المعرض مفتوح للجمهور من الساعة لعشرة صباحا والبساط كلها في كافة النقاط اللي هتم الاعلان عنها في البرموهات اللي هتبدأ من بكرة على أكتر من 12 قناة هتبدأ خطة المعرض كلها من 8 صباحا تحرك البساط من كل النقاط الموجودة ولمدة 12 ساعة بساط مستمر من 10 صباحا حتى العشرة مساء من 8 صباحا لحد ما ترجع من أرض المعرض الساعة 8 ونص مساء يعني المعرض يغلقوا أبوابه الساعة الثامنة الساعة الثامنة الساعة الثامنة بالأنشطة افتتاح الأنشطة الثقافية يوم 24 يناير اللي هم كم نشاط اللي هم 14 نشاط زائد المسرح زائد الندوات الأمسيات زائد ما اللي نتحدث عنه حتى الآن وهو جناح الطفل أو معرض الطفل ألف متر معرض أطفال لم يقم بمثل هذه المساحة من قبل من قبل وده فيه رعاية فيه لمصر للطيران مشاركة طائرة نموسك طائرة مصغرة للأطفال وهدايا وأكتر من خمس يعني أركان خاصة بنشاط الطفل ما بين التلوين والموسيقى ولا شلحاكي وغيرها وهدايا للأطفال المشاركين وكل ده بالمجان هو جميل أن يعتاد الأطفال الذهاب إلى المعرض منذ الصغر لأن ده مهم جدا عامل مهم جدا بالإضافة مناسبة أن فيه كمان في أرض المعرض الجديدة فيه ست ملاعب للأطفال موجودة ومجانا وآمنة جدا وموجود جمعها مكان انتظار للأمهات والأسر وغيرها وعايز أقول لحضرتك أن بالفعل أنا شايف شخصيا ومش عشان أنا مدير الدورة أن هذا المعرض وهذا المكان يليق نحن نتمنى وندعو نحن نتمنى وندعو حقيقة يعني ياريت طيب أن نحن نرايا على النجاح يعني نتمنى أن قناة الناس وأن كل الإعلام المصريين والقنوات تدعو الناس لتذهب إلى المعرض بالفعل إحنا خايفين من الزحمة مش خايفين ناس مجيش إحنا عارفين ناس المصريين بيحبوا القراية بنتكلم على 67 وكانوا انتصارنا 69 وروحنا قرينا وفي عزة حرب اكتوبر كان ناس بتقرأ وفي عزة صورة هنا ناس كانت بتقرأ وفي 36 ناس كانت بتقرأ أيضا الشعب المصري شعب محب القراءة ومن ضياف أيضا وإحنا عندنا ضيوف نتمنى أن المثقفين المصريين يكونوا هم في استقبالها ومصر تحشق ضيوفها ولا يشعر الضيف بأنه ضيف ويهو من أهل البيت بمناسبة الكلمات يا ضيف أننا وزرتنا لو وجدتنا عن ضيوف وأن ترمب المنزلي كما يقول الشاعر بمناسبة الكلمات علم وآدب فكر وطرب غرب وعرب متجمعين في القاهرة ده حتة من اللغنية بردو مش عايزي أقولها كلها طب أنا مكتفي بهذا القرم